نظمت وزارة الإسكان صباح اليوم لقاء مفتوحا مع رؤساء وعضاء المجالس البلدية بجميع محافظات المملكة بحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بهدف إطلاع البلديين على خطة وبرامج عمل الوزارة لتوفير المشاريع والخدمات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة وقد أكد وزير الإسكان أن اللقاء المفتوح مع البلديين يمثل نهجا جديدا للوزارة في التواصل المباشر مع المختصين في العمل البلدي وإشراكهم في الخطط والبرامج الإسكانية التفاصيل في تقرير الزميلة خولة لغرينيس كشف النقاب اليوم عن ما هي المشاريع الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين عبر اللقاء المفتوح مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتي تمثل نهجا جديدا للوزارة عبر التواصل المباشر معهم وإشراكهم في الخطط والبرامج الإسكانية مع الأخذ بمقترحاتهم ومطالب دوائرهم في هذا النوع من الشراكات ما في شك أنه تقدم لنا الكثير من الدعم وتحقق مبدأ التكامل ما بيننا وبينهم طبعا استعرضنا أمامهم خطط وزارة الإسكان سواء المشاريع المنجزة أو غاية التنفيذ أو المستقبلية ومن خلال هذه طبعا تعرفوا على ما يتم إنجازه وما يتم عمله والخطط المستقبل لهذه الوزارة ما في شك أن المجالس البلدية بالنسبة لهم دور كبير ودور يزداد أهمية يوم بعد يوم ويكتسب اللقاء أهميته نظرا لتزامنه مع إقرار مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة وتفعيل المحاور والرؤى الإسكانية المدرجة في هذا البرنامج الأمر الذي يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتوفير الدعم اللازم الذي يمهد الطريق لتنفيذ كافة الخطط والبرامج الاستراتيجية لا بد من الاتفاق على كيفية العمل هذا ما كان الحوار فيه هو التوفير بعض الأراضي لتنفيذ المشاريع لأن الوزارة أيضا محتاجة إلى أراضي في المناطق في المحافظات تم ناقشة أيضا تطوير نوعية المشاريع هذه واحنا ننظر كخدمات أن يكون هناك توفير من الخدمات المهمة منها اللي هي الشوارع والمجاري صرف الصحي يعني كامل أيضا احنا بعض الملاحظات اقترحنا منها أن يكون فيه عمل مشترك مشاكل متراتبة على مواضيع السكون قد تفوق التصور تدخل في ميزة مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية مشاكل كبيرة 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 احنا نتمنى كمجالس الآن ندعم طبعا أي توجه في حل حلة هذا الملف في سبيل الارتقاء بالوضع السكني على الأقل للمواطن اليوم احنا موجودين نمثل الأهالي في هذا الاجتماع اللي صار لمعرفة لوضع النقاط على الحروف لمعرفة هذه المشاريع إلى أين تؤدي إلى إيش بيصير نوعية هذه المشاريع الاسكانية الخدمات الموجودة في هذه المشاريع ولله الحمد لقينا تعاون كبير من وزارة الاسكان ونحب نضمن الأهالي وأصحاب الطلبات أن الوزارة ممقصرة إن المتتبع للمشاريع الاسكانية التي طرحتها وزارة الاسكان لحل حلة هذا الملف يجد أنها جيدة ولكنها بحاجة إلى المزيد من العمل حتى ترضي طموح المواطنين وتلبي احتياجاتهم وهذا ما تناوله البلديون مع وزارة الاسكان خلال لقاء اليوم